اشتركوا في القناة الكتاب المختصر في باب العبادات للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي رحمة الله علينا وعليه انتفى سنة ستين وثلاثين وثلاثمائة والف ومرود سنة خمسين وستين ومئتين بعد الألمجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ما يفسد الصوم وهذا هو السؤال الثامن والثمانون الجواب يفسد الصوم اثنى عشر شيئا وهي خروج دم الحيض والنفاس وهذا محل إجمع والحيض لا تصوم والنفاس لا تصوم ولا تصلي والموت وهذا ذكره أنه يكون في صوم النذر وإذا كان الصوم عن كفارة في هذه الحال يطعم عنه ذكره أنه يطعم عنه عن كل يوم إطعام مسكين والردة عن إسلام والعياذ بالله تعالى فإنها مبطلة للعمل فالصوم يبطل بذلك والعزم على الفطر والعزم هو القصد المؤكد وذلك لجوال نية الصوم وحين يعزم فإنه في حكم الآكل بالقوة وإن لم يأكن آكلا بالفعل وهذا وقع في الخلاف منها عما يرى أنه لا يفطر حتى يأكل حتى يتناول مفطر بالفعل لكن الصحيح أنه يفطر بذلك إنه يفطر بذلك فلو كان مثلا صائما صوم نفل صوم نفل ثم نوى الفطر في هذه الحالة يبطل صومه لكن إن كان لم يتناول شيئا فإن له أن يعيد النية ويبتد لأنه يجوز ابتداء صوم النفل من وسط النار أما إذا كان الصوم صوم فرض كما لو كان مسافرا مثلا فنوى الفطر وهو في سفره ثم نوى بعد ذلك إتمام الصوم كأن لم يجد ما يفطر به كما لو نوى الفطر بشرب ماء فلم يجد فقالوا كملوا يومي في هذه الحالة يفسد صومه والتردد فيه والتردد فيه هذا موضع خلافه المذهب قالوا إنه يبطل بذلك وذهب بعض العلماء كالشافعية وغيرهم إلى أنه لا يفسد بذلك لأن الأصل بقاء الصوم واليقين بقاءه والتردد لا يزيل نية الصوم والقي عمدا هذا لما ثبت فيما روى الخامسة وهو حديث جيد من درعوا القي فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء والاحتقان من الدبر وهذا عند جماهير العلماء وهذه المسألة فيها خلاف في تفاصيل لكن جماهير العلماء على أنه يفتر بذلك لأنه يدخل إلى جوفه وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم وهذا هو المذهب وذهب بعضها العلم إلى أنه لا يفتر بها والأظهر أنه يفتر بها لأنها خرجت عن معدنها وقياسه على الريق قياس مع الفارق لأن الريق ينزل من معدنه وما كانه وما نزل من معدنه فإنه في هذه الحالة لا يفتسفيد الصوت بخلاف أنه خام حينما تنزل مثلا من الرأس وثم تخرج الفم ففي هذه الفم في حكم الخارج ولهذا لو تماظم بما إلا يفتر به فإذا تلعا فإنه يفتر بذلك وإخراجوا الدم بالحجامة خاصة في حق الحاجم والمحجوم في حق الحاجم والمحجوم وهذه المسألة فيها خلاف هذا هو المذهب واختر رشيخ الإسلام وجماعة من العلم ورد فيه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد جعلوا في حق الحجامة وذكروا أن الحجامة لها وصف خاص بخلاف مثلا الشيء الذي لا يخرج على جهات الحجامة كما لو كان دم من أثر مثلا جرح مثلا ويلحق بذلك مثلا ما يسمى اليوم بالتحليل نحو ذلك هذه المسألة فيها خلاف قوي منها علما قال إنه يفتر بالحجامة وذكروا في هذا أخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام وإنزال المني بتكرار النظر لا بتفكر ولا باحتلال أما باحتلال فهذا محل اتفاق كذلك بالتفكر ومن أعلم لعله بن عقيد رحمه الله أنه قال إن التفكر يكون عباده ويكون أيضا على وجه قد يكون معصيا فإذا وقع على هذا الشيء فهو نوع عمل نوع عمل فيفتر بذلك على هذا المعنى لكن الصحيح أنه لا يفتر بذلك إلا بتكرار النظر لأن هذا يكون عن قصد بذلك فخرج هذا هو قول مالك وعند الأحناف والشافعية لا يفتر به لأنه إنزال عن غير مباشر وخرج المني أو المذي بتقبيل أما خروج المني بتقبيل مباشر هذا واضح هذا قول عامة أهل علم ومنوح كهي جماع وقال عليه الصلاة كما الحديث قدسي ويدع طعامه وشرب شهوته من أجلي والمذي أيضا كذلك أيضا على المذهب قالوا إنه يفتر بذلك في خروج المذي والقول الثاني أنه لا يفتر به وذلك أنه أذن عليه الصلاة والسلام بالقبلة والقبلة إذا كانت في الغالب يكونوا معها لذة وشهوة وصاحبها في الغالب خروج المذي وخصوصا من الشاب فلهذا قالوا لا يفتر بها أو استمناء مباشرة غير الفرج كذلك إذا خرج هذا ما يتعلق بخروج المني هذا يفتر أما المذي فكما تقدم على الخلاف المذكور في هذه المسألة وكل ما وصل إلى الجوف والحلق والدماغ من ما يعنى غيره مغضي كان أو لا سبق الإشارة إليه فيما تعلق بالاحتقان بالدبر وهذه المسألة أيضا في بعض المسائل هي قول جماهير العلماء ومن ذلك مثلا مسألة وصول كما تقدم في كلامه عن طريق الدبر مثلا وذكروا مسائل تعلق مثلا بنزول شيء خلال العين أو القطرة العين نحو ذلك لكن القاعدة الكلية في هذا النص أنه لا يفتر بشيء إلا بآمل مستيقا لأن الصحة الصوم هناك أشياء أجمع عليها هناك وقع الخلاف فيها وقد تكلم العلم في هذا الزمان في مسائل كثيرة ما استجد من أمور المفطرات وسواء كان مغذي أو غير مغذي لأن غير المغذي ينطبخ المعدة ولهذا لو استفت رابا فإنه يدخل في المعدة وينطبخ في المعدة فيفطر به عامدا في الكل لا ناس لو كان ناس ولا مكرها وكذلك الحق به على الصحيح المخطئ لو مثلا وقع في مفطر وهو مخطئ فكذلك كما على الصحيح لو أنه مثلا أفطر يعني ظن غروب الشمس وينكر قول جماهير على خلافه وكذلك في أول النهار إلا في الجماع فإنه لا يتأتى لكراه عامدا في الكل لا ناس ولا مكرها إلا في الجماع فإنه لا يتأتى الإكراه فيه بالنسبة للمجامع لأنه لا يحصل الانتشار مع الإكراه في ذلك وهذا قد ينازع فيه في هذه المسألة لكن هذا هذا هو قول الذي يكر رحمة الله عليه ما الذي السؤال ما الذي يجب بالفطر في رمضان عمدا يجب الفطر في رمضان عمدا القضاء ولا كفارة إلا بالجماع وهذا عند عامة أهل العلم عند عامة أهل العلم فيما يتعلق بالفطر عمدا في رمضان يعني لو أفطر عمدا فالقول عمة أهل العلم في وجوب القضاء والقضاء لا يكفي في هذه الحال بل أعظم الواجب هو التوبة وهناك من العلم قال إنه لا يجزئه ذلك والواجب عليه التوبة ولا كفارة إلا بالجماع فيه على الواطن والموطو باختياره وعن أحمد رحمه الله لا كفارة على المرأة لكن على قول الجمهور كفارة عليهم إلا أن تكون مكرهة والكفارة عتق رقبه فإن لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكين وهذا ثبت في صحيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإن لم يستطع ساقطت فإن لم يستطع ساقطت وهذا في خصوص هذه الكفارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمها لك ولم يذكر له بدلا ولم يذكر أنها بقيت في ذمته وقال علم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو كانت باقية لبينها النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الزكاة والزكاة هي النماء والزيادة برام حكام الزكاة قال في أي شيء تجب الزكاة تجب الزكاة في خمسة أشياء الأول بهمة النعام وهي الإبل والبقر والغنم وسيأتي ذكر تفصيل الواجب والثاني الخارج من الأرض وهذا قد وردت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع العلماء عليهم الحيث الجملة في وجوبها في بهمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والعسل وهذا على المذهب وعلى قول الجماهي ليس فيه شيء له خبر الوالدة في ذلك لا تصح وإن ثبت فالمراد بذلك أنها مقابل حماية أو يعني أنه كما قال عمر رضي الله إن أعطاك الزكاة فاحمي له سابس سلب وإلا وإنما هو ذباب وغيث ولأن اختار جبنا علم أنه لا زكاة فيه والذهب والفضة هذا محل إجماع في زكاة الذهب والفضة هو الخامس عروض تجارة أي البضاء المعدة للبيع والشراء لآجل الربح وهذا منهم من حكى الإجماع فيه والأدلة فيه هذا كثير عنه في التجارة خذ من أموال خلق طحيرهم وتزكيهم بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام تخذ من غياف وترد على فقرائهم فأموال التجارة أيضا كما تقدموا تجبوا فيها الزكاة وذكر رحمه الله بعد ذلك شروط وجوب الزكاة كم هي شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة خمسة أشياء الإسلام الإسلام المعنى أنه لا تصح منه أداء أنه هذا في جهة الأداء وإن كان مخاطبا بها من جهة الحكم لكنه لا يصح لأنه من شرط قبولها الإسلام الحرية فالمملوك لا زكاة عليه لأنه مال ولأن المال الذي يملكه لسيده وأيضا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يملك فالمال الذي يعطى هو يملكه سيده إنما الواجب أن نفقته على سيده هذا هو الواجب سيد يجب عليه فهو مستغن بغناء سيده فهو كسائر مثلا من تجيب نفقته عليه فله فلهذا إذا لم يستطع الانفاق عليه فإنه يعتقه إن يدعه يعمل حتى ينفع عليه فلا يجوز ترك النفق عليه لوجوبها عليه فإن كان قادرا وجب عليه ذلك وبهذا لا يستحق الزكاة ملك النصاب ملك النصاب كذلك إلا الركاز الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول فيخرج خمسه حالا والرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في مال الكتابة وكذلك لا زكاة على المكاتب في مال الكتاب لنستطيع أن يعجز نفسه يعجز نفسه وإلى يكون المال مال يرجع إلى سيده وكذلك السيد لو أنه كاتب مملوك هذا بأقصاط في السنة مثلا في قسطين مثلا أو أكثر أو أقل مثلا في قسطين مثلا أو أكثر المقصود بحسب ما يقع فيه من الأقصاط فإنه في هذه الحالة لا ينزمه الزكاة إلا فيما قبضه الشيء الذي يقبضه يستأنف بي حول والذي لا يقبضه لا يعتبر لأنه مال غير مستقر وغير ثابت لا تجيب فيه الزكاة ولا في حصة المضارب قبل القسمة المضارب إذا دفع مالا مثلا إلى من يضارب به فإن هذا المال تابع تابع لهذا المال تابع لذاك المال أو كان أو كان في حكم مخوذ كما لو قسم وكل نظ الذي عبر التجار تحولت إلى مال وعرف كل مال في هذه الحالة يجب وكان قادر على أخذ في هذه الحالة تجب عليه زكاته بضم إلى ماله أو إذا كان ليس له إلا هذا المال إذا بدغ نصاب ومع تمام الحول والخامس تمام الحول فلا يكون إلا بتمام الحول فيما يشترط له الحول وهذا كما تقدم في هذه الأموال الزكوية إلا ربح التجارة في أموال يشترط لها الحول وفي أموال لا يشترط لها الحول لكن غالب الأموال يشترط لها الحول ولهذا ربح التجارة ونتاج السائمة وتقدم ربح التجارة لا يشرط راحة حلوها حول أصلها ونتاج السائمة حولها حول أصلها نتاج السائمة إلا اختلف في نتاج السائمة الصغار إذا كانت تتغذى باللبن فهذه وقع فيها خلاف لا تسوم تتغذى باللبن بعضها العلم من حمابلة قالوا إنه لا زكاة فيها لفقد شرق الصوم وتجب في مال الصغير والمجنون لأن هذه من باب الأحكام الوضعية فتجب في مال الصغير المجنون بذا بلغ النصاب وتم الحول كم هي شروط الزكاة في بهيمة العام شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة الأول أن تتخذ للتربية واللبن والولد لا للعمل فأما إذا كانت للعمل وللحارف وللحمل مثلا يحمل عليها في هذه الحالة فات شرط الزكاة فلهذا لا زكاة فيها الثاني ترعى المباحة أكثر السنة يعني تكون تسوم أكثر السنة أما لو كان يعلفها غالب السنة فلا زكاة فيها وأن تبلغ نصابا كما سيأتي في ذكر نصاب كم هو نصاب الإبن؟ أقل نصاب الإبن الخمس وفيها شات ثم في كل خمس شات وهي جذعة من الضان أو ثني من المعز وتكون أنثى على قوله الجماهير خلافا للأحناف فإنهم جوّزوا أن يخرج الذكر لإطلاق الأخبار في شات والشات تطق على الذكر أنثى قالوا أنه يخرجها من المعز من الضان والمعز أنثى إلا في مواضع ثلاثة جاء فيها استثناء الذكر في إخراج ابن اللبون عن بنت المخاب في خمس وعشرين فما زاد إلى خمس وثلاثين وكذلك في ثلاثين من البقر يخرج سبيع وكذلك إذا كان النصاب كله ذكورا في أي ثلاث المسائل عند الجمهور يكون الواجب لا بأس أن يخرج الذكر من الشياء ثم في كل خمس شاه وهذا ورد نصا في حديث أنس في صحي البخاري وكذلك في حديث ابن عمر عند أبي داود وأجاء من أكثر من طريق إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاب وهي ما تم لها سنة وسميت بغالب حال أمها لأن أمها تكون ماخضا أي حاملا فلهذا سميت بغالب حال أمها لكن الكون أمها ماخض ليس شرطا لما سميت بغالب حال أمها وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان وهذا إلى خمس وأربعين والأولى من خمس وعشر إلى خمس وثلاثين وهذه في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين وهي فيها بنت لبون وتم لها سنتان ودخلت الثالثة وفي ست واربعين حقه إلى ستين وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي إحدى وستين جذع أهلها أربع سنين إلى خمس وسبعين إلى خمس وسبعين وفي ست وسبعين بنت لبون بنت لبون إلى تسعين إلى تستقدم أنه ما تم لها سنتان وفي واحد وتسعين وليس موجود عنه النسخة لكن ما يكون صغط وفي واحد وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان حقتان كما تقدم الحقة لها السنين ودخلت في الرابعة هذه من واحد تسعين إلى مئة وعشرين حقتان وفي مئة وواحد وعشرين إلى مئة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون وتقدم أنه ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة ثم بعد ذلك تم التلاثين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا ففي مئة وثلاثين بنت لبون وحقة بنت لبون وفي مئة واربعين حقتان وبنت لبون وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق في مئة وستين أربع بنات لبون وفي مئة وسبعين بنت حقه وبنت ثلاث بنات لبون ومئة وثمانين حقتان وبنت لبون وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مئتان له أن يخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق لأن المئتين فيها خمس أربعينيات وفيها أربع خمسينات فإذا أخرج هذا وأخرج كله يكون مجزيا كم هو نصاب البقر؟ أقل نصاب البقر ثلاثون والمعنى أنك تزيد عشر كلما جدت عشرا من الإبل تغير سنا هذه القاعدة فيها أنك كلما جدت عشر كلما جالت عشرا غيرت منها فمئة وخمسين فيها ثلاث حقاق كما فيه وفي كل خمسين حقاق ومئة وستين فيها أربع أبعينيات فيها أربع بنات لبون ثم بعد ذلك كلما جد عشر أبدل واحدة من البنات لبون حقة رجالة حقتان ثلاث حقاق أربع حقاق أو خمس بنات لبون في المئتين أو هذه نعم كم هو نصاب البقر؟ قل نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع ذو سنة وهذا هو الموطن أو موطن أو موطن يجب فيها يجزئ فيها الذكر ذو سنة ودخل في الثانية وفي أربعين مسنة لها سنتان وهذا ورد في حديث معاذ نصا عنه أن أرضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لما أرسله إلى أهل اليمن أمره أن يأخذ في الثلاثين من كل البقر تبيع وتبيعة وفي الأربعين مسنة ولها سنت دخلت ثالثة وزكاة البقر ثبتت أصلها في الصحيحين من حديث أبي ذر وفي صحيح مسلم من حديث جابر وأبي هريرة في حديث أبي ذر ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غن لا يؤدي حقها إلا بطح لها بطاع قرقر يوم القيامة وجاء في صحيح مسلم رواية في حديث أبي ذر لا يؤدي زكاتها كذلك في حديث أبي جابر وفي حديث أبي هريرة مثل حديث أبي ذر لكن قال لا يؤدي حقها وهذا ذكر فيه البقر والإبل والغنم كم هو نصاب الغنم وكم هو حكم الخليطين أقل نصاب الغنم أربعون وفيه شات ما معز وانتم لها سنة أو جدع أهضاء لها ستة أشهر يعني يخير بين هذا وهذا هو في مئة وإحدى وعشرين شاتان في مئة يعني من أربعين من أربعين إلى مئة وعشرين كله وقص كله لا يزيد الفرض وفيه من أربعين كما ذكر فيه شات إلى مئة وعشرين ثم إذا بلغت مئة وعشرين جالت شات سعت مئة وعشرين ففيها شاتين فيها شاتين إلى مئتين فإذا زالت عن مئتين واحدة فيها ثلاث شية إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين هذا أكبر وقص في الزكاة أكبر وقص في الزكاة من مئتين كما هنا مئتين واحدة ثلاث شية مئتين وشات واحدة إلى ثلاثمائة وتسعين وقص وهذا الوقس يبلغ يعني 98 تقريبا كله وقس ثم بعد ذلك في كل مائة شاة في كل مائة شاة الأربعمية فيها أربع شاة 500 فيها خمس شاة ألف شاة فيها عشر شاة قال رحمه الله ثم وفيها أربعمية أربع شاة ثم في كل مائة شاة في كل مائة شاة في كل مائة شاة شاة واحدة وإذا اختلط أي ثنان في أكثر في نصاب بماشية في أكثر في نصاب ماشية جميع الحول اشترك من مبيتي والمسرح والمحلم والفحل والمرأة زكية كالواحد وهذه خلطة خلطة أوصاف وكذلك خلطة الأعيان يعني لو وليها مالا أو اتهاب مالا يعني لا يعرف ما هذا من هذا فإذا اتسمع اثنان في هذه الخلطة مثلا هذا له ثلاثون وهذا له عشر من الغنم هذا له عشرون وهذا له عشرون وهكذا من البقر والابن فإذا بلغت أول نصاب زكياء الواجب عليهم وهكذا يدرجون في زكاة بحسب القدر الذي بلغته هذه البهيمة باب زكاة الحبوب والثمار ما هي شروط وجوب زكاة الخارج من أرض ومقدار نصاب وما يجيبه يشترط لوجوب زكاة الخارج من أرض من المكير والمدخر كالقمح والشعير والثمر كالتمر والزبيب شرطان الزكاة كما تقدم تجيبه في الإبن والبقر والغنم والذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزيب هذه التسعة قد أجمع عليها وكذلك عروض التجارة حكب المدر الجماعة الإجماع عليها واختلفة فيما سوى ذلك هذه هو حل إجماع وهذه الحبوب الأربعة محل اتفاق جاء فيها أثر من روه الطبراني وغيره وأن معاذ من جبل أو غيره لكنه مشهور هذا الأثر وجاء عن موسى بطلها عن عمر رضي الله عنه في هذه الأربعة وهذه يكاد يكون اتفاق عليها وشرطان الأول أن يبلغ الخارج نصابا كما تقدم الثاني يكون المزكي مالك للنصاب يقتوجوبها يكون مالك للنصاب فلو مثلا وهبه مثلا صاحب النخل أو صاحب هذا الحب هذا الحب أو هذا الثمر بعد استوائه ونوضجه واجبت الزكاة على الأصل إلا أن يتحملها الآخر أو أن يشريطها عليه لفوات الشرط وهو الملك وقت وجوب الزكاة الثاني نعم ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ صلاحه كما تثبت بذلك الأخبار الصحيحة في بودو الصلاح واشتاد 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 ثمر وفي بودو الصلاح لأنه قبل ذلك عرضة للتلاف لكن حين يشتد يكون بعض قد أمين العاهة فكان يتحمل الزكاة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وما جاء في هذا الشرع في وجوب الزكاة في هذه الحال والنصاب خمسة أوسق وهي ثلاثة ثلاثمائة صاع شرعي وهذا بدأت الأخبار حين سعيد خدري وجابر رضي الله عنه فإذا فإنسقي بلا كلفة فيه العشر وإنسقي بكلفة فيه نصف العشر كما في حديث ابن عمر والكلفة تختلف قبل وقت كان السقم السواني والإبل وإذاك الآن بالمكاين والرششات وغيرها مما يستجد ويستعان به على الزراعة في الحبوب والثمار والنصاب ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وثلاثمائة صاع تجد على ستمائة واختلفة في الجزياد اختلفة بالقدر بالكيلو ومعلوم أن صاع خمسة أرطال والرطل بالوزن ثلاثمائة وثنين وثمانين ونص من غرامات ثلاثمائة وثنين ونص ويقدر بهذا ويعرف القدر وفي الركاز وهو الكنز يجب الخمس وهو الدفن الجاهلية فإذا كان عليه علامة جاهلية وكذلك علامات الكفار في مثلاً الصلبان نحو ذلك كما يوجد مدفوناً وما كان عليه علامة الإسلام مثلاً بالشهادة وذكر رسالة نحو ذلك أو آية قرآنية نحو ذلك هذا يكون لقطة والركاز فيه الخمس ومصرفه ليس مصرف الزكاة بل مصرفه في المصالح يأخذ يأخذوا الخمس والباقي أربعة الخماس لمن وجد الركاز باب زكاة النقدين وعروض التجارة كم هو نصاب الذهب والفضة وكيف حكم عروض التجارة نصاب الذهب عشرون مثقالاً والمثقال أربع غرامات ربع أربع غرام يعني مقدار خمسة وثمانين غرام وكيف عروض التجارة والتجارة تقدر بذلك تقدر بذلك وتقديرها يكون بلا حظ للفقراء ومنهم قدرها بالذهب ومنهم قدرها بالفضة والجمهور قدروها بالفضة قدرها بالفضة نصاب الذهب عشرون مثقالاً نصاب الفضة مئة تادرة وفيهما ربع العشر ولا تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة نباح المعدل لاستعمال أو العارة وهذا يبين أنه إذا كان غير معدل هذه فيكون حكم حكم سائل الأموال وهذا قول الجمهور والقول الثاني بهذه المسألة كما قول الأحناف والشافعي قال أستخيل الله فيه وجوب الزكاة فيه لحليه وردت في ذلك وعليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمن وهو قول شيخ نسيح النباز رحمه الله في القول بوجوب الزكاة الحلي إذا بلغ أن يصاباً ويشترط لوجوب الزكاة في عروض تجارها أن تبلغ أن يصاباً من الذهب والفضة من الذهب والفضة هو أن يحول عليها الحول عند صاحبها وتقور عندما السنة وفيها ربع العشر فيها ربع العشر فإذا قومت مثلاً مثلاً وبلغت النصاب وكان بلغ ألف ريال فيها ربع العشر تمام الحول مع النصاب وهو خمسة وعشرون ريالاً وهكذا كل ما زاد إذا بلغ النصاب مع تمام الحول باب زكاة الفطر ما هي زكاة الفطر وما حكمها زكاة الفطر صدقة تجب الفطر من رمضان على كل مسلم حر يجد ما يفضل عن قوتي وقوتي عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج إليه من لوازم الضروري عن نفسه وعن من يمونه من مسلم مسلم حر يعني أنها تجب على المسلم وتجب على الصغير والكبير وحر والعبد يعني والمعنى أنه تجب على الحر وتجب على لكن لا تجب على المملوك إنما تجب على من واجبت عليه نفقته تجب على من واجبت عليه نفقته من واجبت عليه نفقته فتجب مثلاً على الرجل على أهل أولاده وعلى خلاف مسألة في بعض المسكاة للزوجة نحو ذلك قول الجماهير أنها تجب على من يمون وكذلك على المملوك له والأفضل وتكون زائرة حواجه الضرورية في يوم العيد وليلة العيد والأفضل يخرجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخرها عن يوم العيد وتجوج قبله بيومين أو لا أكثر والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا تيسر وهذا كما جاء أنهم يخرجونها قبل الصلاة وجاء فعليس بن عمر قبل العيد بيومين وجاء عندهم ثلاثة أيام وأما تخراجها بعد الصلاة في يوم العيد قبل وروب الشمس فهذا جوز واحد من أذهب والقول الثاني أنه لا يجزي أخراجها إلا قبل ذلك ولهذا من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة من مقبولة زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصداقات كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وهي صاع من تمر أو قمح أو زبيب أو شعير أو أقط هو لبن مجمد فإن لم توجد هذه الأصناف خرجها من الذي يقتاته في البلد وهذه على المذهب وعلى قول الجمهور هي من قوت البلد هي من قوت البلد وظهر المذهب ولو لم يكن قوتا هو الواجب فلو كان مثل يجد الشعير أخرجه الصحيح أنه حين لا يكون قوتا فليقال أنه يخرج الشعير يخرج الشعير وهو ليس طعاما لهم ولهذا في حديث بسعيد الخدري وكان طعاما يومئذ لما ذكر هذه الأصناف قال وكان طعاما دل على أنه أن الزكاة زكاة الفطر فيما يكون قوتا فعدد هذه الأقوات وبيّن أنها كانت قوتا لهم فكذلك أيضا في كل بلد فإذا لم يكن هذا قوت فلا يخرجه فلا يخرجه بل يخرج ما كان مقتا يمكن أن يقال إذا كان عنده شيء يقتات هو ولا يجد غيره ولا يستطيع غيره في هذه الحالة لا يكلّه بما يكون فيه مضر عليه ولا يجد دفع قيمتها كما قوله كما هو قول جماهير العلماء والأدلة في هذا كثيره في وجوب إخراج هذه الزكاة في وجوب إخراج الزكاة وأنه لا تلزع القيمة والصاع ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع الدرهما وتقدم الإشارة إلى قدره إلى قدر الصاع والأحسن في هذا أحسن ما يقدر بالصاع أن تأتي بإناء ويأخذ من الحب من البر من الرجل مما يكال ويملأ يديه في ملء اليدين المعتدلتين رجل المعتدل ملءهما يأخذ أربعة أمداد بملء اليدين المعتدلتين في هذا الإنم مد ثم مد ثم مد مد أربعة أمداد فما بلغ يرى عليه علام ويكون هذا هو قدر الصاع هذا هو الذي جاء في بعض كتب اللغة كالقاموس أن هذا هو القدر وهذا أسلم لأنه في هذه الحالة يسلم من قضية بعض الحبوب التي خفيفة أو ثقيلة فتختلفه في الميزان ويضطرب المقدر لاضطرابها واختلافها في الميزان باب أهل الزكاة لمن تدفع الزكاة والزكاة الذين تعطى لهم ثمانية وخم وهو كما نص الله سبحانه وتعالى إنه الصدقات والفقراء والمشاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء ثمانية هم مصارف الزكاة والفقراء يعني هم الذين لا يجدون إلا ليسي من حاجتهم أقل من نصف الحاجة على القول المشهور والمساكين هم الذين يجدون يعني بعض حاجتهم لكنها أكثر من نصف الحاجة وهذا يبين أن الفقير أشد حاله مسكين هذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى الصفين دل على أنهما في باب الزكاة أنهما قسما وإلا قد يجتمع الفقير المسكين في مسمائهما حين يطلق الفقير يدخل في المسكين وحين يذكر المسكين يدخل في المسكين لكن إذا اقترنا فالفقير أخص من المسكين وهو شد حاجة منه والعاملون عليها المبعثون لأخذها من أرضابها والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون والمكاتب أيضا الذي كاتب سيده على مال فهذا يعان والغارمون والغارم إما لذلك مصلحة لديني هو أو غارم لمصلحة المسلمين لإطفاء نائره نحو ذلك فهو يأخذ لأجل هذا فهذا من باب الإعانة على أمور الخير والغزاة في سبيل الله وابن السبيل أي المنقطعون عن أوطانهم فهذا ابن السبيل في الطريق مسافر قد يكون غني تاجر في بلده لكنه الآن لا يجد فهذا يستحق يعطى من الزكاة كتابه الحج بابه أحكام الحج والعمرة ما حكم الحج والعمرة واجبان في العمرة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة وهذه الشروط في وجوء الحج كما تقدم في مسألة الإسلام وكذلك وأنه شرط لصحته فهذا شرط صحة والعقل شرط صحة والبلوغ شرط إجزاء وكذلك وكما الحرية هذا شرط إجزاء والاستطاعة كذلك لا تجب شرط وجوب شرط وجوب هذا الاستطاعة شرط وجوب فلو حج ولا يجب عليه فإنه يجزئه على وجه لا يكون فيه مضرة وجاء في الاستطاعة عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في كلام صنعه ويصحان من الصغير والرقيق فهو ليس شرط صحة من الصغير الرقيق لكنه شرط ولا يجزئ الحجة الإسلام فمن كملت في هذه الشروط لازمه السعي فورا حيث كان في الطريق أمن وهذا أيضا من الاستطاعة هو وجود الأمن في الطريق والاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاجه لنفسه وعائلته على الدوام فهذا ورد في عدة أخبار ورد عدة أخبار وهذا إذا كان إذا كان يحتاج إليه لكن لو كان إنسان مثلا من أهل مكة ولا يحتاج إلى الراحلة في هذه ويكون زاده المعتاد هو الزاد الذي يتزوده في أيام الحج وخاصة في مثل هذه الأيام يعني حين لا يكون مسألة في ذهابه وأيابه يكون ما يتكلفه في غير أيام الحج نفس ما يتكلفه في أيام الحج إلا إذا كان هناك أمر عارض يحتاج مثلا إلى ما زاعد مع شدة الزحام أو ما أشبه ذلك المقصود أنه لابد أن يكون واجدا لما هو ما يتمكن به من الحج باب وأركان الحج والعمرة أركان الحج أربعة وهي الإحرام أي نية الدخول في النسك ولو قيل الدخول في النسك بلا نية لأن الحقيقة النية هي القصة وهي موجودة ولهذا الأحسن قال الإحرام هو الدخول في النسك أما مجرد النية فلا يحصل بها لأنه منذ خرجه هو ينوي فيقال هي الدخول في النسك ولهذا قال يتجاوز المقاد مع النية ولا يجوز له ذلك ولا يدخل في النسك والوقوف في عرفة الحج عرفة ووقته من طلوع الفجر التاسع مثل الحجة إلى طلوع الفجر العاشره وهذا على المذهب وذهب كثير منها العلم نعم ووقته من طلوع الفجر وكثير منها العلم إن لم يكن قول الجمهور أنه من الزوال لكنه استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث يعني أنه توجه من ميناء بعدما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام فقال خذوا عني مناسككم لا سأل موضوع خلاف قوي بين أهل العلم لكن أقوى ما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا هذا أظهر أما ذاك فعله عليه الصلاة والسلام بأنه وقف عليه الصلاة والسلام بأمره ثم بعرنه وليست من عرفه إنما في حديث عروه من ضرس بالله منطائي وكان لما قال يا رسول الله قد جئتك من جبلي طي قد أتعبت نفسه وأكرلت راحلتي ما مرت بجمه الله وقد فقفت عليه ولوظن حبل فهل من حج قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث قوله ليلا أو نهارا مطلق ليلا أو نهارا كما أنه مطلق في جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كذلك أيضا هو مطلق في جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويشمل ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس في اليوم التاسع وطواف الإفاظة وأول وقت من نصف ليلة العيد به يدخل عند الجمهور الطواف ولو لم يرمي فلو ذهب ثم طاف أجزة عند الجمهور والسعي بين الصفا والمروة وهذا عند الجمهور أم منه واختار صاحب المغني أنه واجب أنه واجب وقال حديث التي وردت تدل يعني على مطلق الوجوب أو الأمر به ولم تدل على أنه لا حج له أو كما قال رحمه الله كم أركان العمرة أركان عمرة ثلاثة وهي الإحرام كما تقدم الإحرام هو الدخول في النسخ والطواف والطواف طواف العمرة والسعي مثل الحج أيضا وكذلك الخلاف في السعي في العمرة كالخلاف في السعي في الحج باب واجبات الحج والعمرة والعمرة واجبها على المذهب وعلى قول الشافعي وفيها حديث عدنا وخمسة أخبار تدل على وجوب الحج على وجوب العمرة كما يجب الحج باب واجبات الحج والعمرة كم هي واجبات الحج واجبات الحج سبعة وهي الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات غير نية غير الإحرام غير الدخول فيه إحرام من الميقات فلو أنه مثلا تجاوز يعني لحرام الميقات معنى أنه لا يتجاوزه لو أحرم قبل ذلك فهذا خلاف السنة لكن لا يجوز لو تجاوز الميقات وأحرم في هذه الأحرامه صحيح لكنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان جاوزه بغير نية جاوزه بغير نية فإذا نوى قبل أن يدخل حرام في العمراء مثلا فكما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشى ولوقف بعرفها جزءا من الليل لمن وقف نهارا كما وقف عليه الصلاة والسلام ووقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا والنبي وقف عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني من أسكهم ومن وقف خرج قبل غروب الشمس فإنه لم يقف يوم عرفك من وقف بعض اليوم وقف بعض اليوم وفعله بيان عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب في أنه يقف حتى تغرب الشمس والأكمل حتى تذهب الصفرة قليلا يعني من الأفق والما بيت ليلة العيد مزدرفة لنصف الليل لمن وافاها قبله يعني بيت نصف الليل وهذا لمن وافاها قبله لكن من جاءها يعني مو حبيس مثلا ولم يأتي مزدرفة إلا بعد نصف الليل فهذا لا يلزم لأنه وافاها بعد ذهاب الوقت الواجب ذهاب الوقت الواجب فلو مر بيها مثلا الساعة الثانية مثلا بعد النصف الليل بعد النصف الليل على قوله الجمهور فلا بأس بذلك لأنه وافاها قبل وافاها بعد ذهاب النصف الليل والمبيت بميناء ليالي أيام التشريق والمبيت بميناء واجب وبات النبي عليه الصلاة والسلام ورخص بالمبيت خارج ميناء العباس وكذلك للسوقات والرعاد والرخصة لا تكون إلا لأمر لترك أمره واجب فمن كان من رخصة في هذه الحالة لا شيء عليه فلكنه يدل على وجوب المبيت بميناء أيام التشريق ورمي الجمال مرتبا لأن نبي هكذا رمى عليه الصلاة والسلام مرتب بأن يرمي يوم العيد جمرة العقبة التي تلي مكة وفي اليوم الثاني ومبعده يرمي أول الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة في كل واحد يسمح حصيات تصيب المرمى يعني أنه الواجب أن يجسهد في أن تصيب المرمى إما بالقطعة وبغلبة الظن ومرتب الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى والحلق أو التقصير هو الحلق أفضل وطواف الوداع وهو واجب فيهما ومنها المفرق بأن الحج والعمرة فقال إنه يجب في الحج دون العمرة لا ينفر حتى يكون آخر حتى يكون آخر عنه بالبيت فقال يجب في الحج دون العمرة ولم يثف قالوا لم يثف عن النبي عليه الصلاة الأمر ولا من فعله أنه فعل ذلك وأمر به في العمرة ورد حديث ضعيف في العمرة من جد الترمذي لا يصح كم هي واجبات العمرة واجبات العمرة هي الإحرام ودهاء من خارج الحرم من خارج الحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عايشة أن تحرم من التنعين وهذا لمن من خارج الحرم وهذا من كان في مكة فيحرم من الحل أما من قدم من خارج مكة فإذا كان نوى وجب على الحرم الميقات وإن لم ينوي إلا بعد الميقات فيحرم من مكانه يحرم من مكانه ما لم يدخل الحرم إذا دخل الحرم فنوى العمرة فعليه أن يخرج على قود الجماهر يخرج إلى الحل وكلما تباعد كان أفضل ولو ذهب إلى أقرب الميقات كان أولى وأكمل والحق أو التقصير كما تقدم كما تقدم فقول طواف الوداع هذا ذكر في واجبات الحج رحمه الله وهنا ذكر الحرام لها من خارج والحق أو التقصير في واجباته ما الذي يحرم على المحرم فعله يحرم على المحرم تعمد لبس المخيط على الرجل وتعمد تغطية الوجه من أنتها والرأس من الرجل وبعضها العم يعبر بالمحيط للمخيط لأنه قد يلبس مخيطا وليس ممنوعا قد يلبس مثلا حرام يكون في خيوط قد يلبس نعال مثلا ويكون فيها خيوط إنما هذه عبارة أول ما نقلت نقلت عن النخاع الرحيم والله اشتهرت عند الفوقها وتعمد تغطية الوجه من الأنثى والصواب أن الأنثى أن المرأة منهية عن أن تغطي وجهها بالنقاب هذا هو ظاهر من النقاب أما تغطية الوجه فلم تنهى عنه ولها قال لا تنتقه بالمرأة ولا تلبس القفزين والرأس من الرجل ولهذا لا يلبس العمام والنبي عليه الصلاة قال لا تخمر رأسه ولا وجه فإنه ابعت يوم القيامة ملبيا في ذاك الذي سقط خف بعيره أو نزل خف بعيره فسقط على وجهه أو على رأسه فمات رضي الله عنه ورحمة وقصت شم الطيب ومس واستعمال في نحو أكل وشرب وإزالة الشعر عن جميع البدن إزالة الشعر عن جميع البدن الطيب كذلك لا تطيب ولو تقصد التطيب فإن عليه كفارة أذى لذلك من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام طعم ستة مساكين أو ذبح شات كم حديث كعب العجر رضي الله عنه وجهت الشعر عن جميع البدن هذا على قول الجماهير وبعضها العلم يرى أنه خاص بشعر الرأس وتقليم الأظهار هو قتل صيد البر والدلالة عليه ودعانها على قتله كما قال عليه الصناة في حديث يا أبي قتاده هل أحد منه دله أو أعانه عليه فسأل عن هذا دله على أن هذا مما يؤمن به إذا وقع وعقل النكاح لقول النبي صلى الله عليه ينكح المحرم ولا ينكح والوطف الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناة كل هذه من الأمور المحظورة في الإحرام ولكن هذه حين تفعل ذكر مصنف رحمه الله ما يجب لذلك قال ما يجب على من فعل شيئا من هذه المحرمات يجب على من لبس أو تطيب وغط رأسه وزال أكثر من شعرتين أو ظفرين لذبح شات أو صيارات أيام وإطعم ستة مساكين ما يجزئ من الفطرة هذا هو الواجب بحريكة العجرة هو مفسر لقوله سبحانه وتعالى في ذلك من صيام أو صادقة أو نسك والجمهور على أنه كما تقدم الشعر لكن في خلاف حتى هناك هل يعني لا بد ثلاث شعرات أو أربع شعرات وبالقيم وجماع يرون أنه لا بد أن يزيل شيء أن يحصل بهزاة الأذى لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجب ولم يذكر أنه كفر عليه الصلاة والسلام والحجام يزال من الرأس معها شعر كثير هذا ما ذكر رحمه الله ويجب على من أترف صيدا له مثل من النعم ذبح مثله أو تقويم ذلك المثل بمحل يتلاف أو ما قربه يشتري بقيمة طعاما يجزئ في طرف هذا الواجب فيطعم فالواجب إذا كان له مثل ذبح من نعم ذبح مثله أو تقويم ذلك المثل إذا لم يكن له مثل إذا لم يجده بمحل اتلافه ومقاره ويشتري بقيمته يعني بالدرأة ما هذه يشتري طعاما يجزئه لطرف ويطعمه لكل مسكين مد وعلى القول الثاني نصف صاع أو يصوم عن طعام كل يوم مسكين وعلى القول الثاني يصوم عن كل نصف صاع مسكين ينظر كم يبلغ قدره فيصوم على هذه الأيام مساكن وما لا مثل له كالعصافير نحو ذلك هذه في الغالب ليس لها مثل من النعم يضمن بقيمتها يضمن بالقيمة قال والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله واصحابه الأنام ورزقنا بجان حسن الختام وعبارهم شهرت وكثرت في عبارات بعضهم عفو الله عننا وعنهم وهذا الدعاء كما لا يخفى لا دليل عليه بل لا أصل له وليس من قوع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن السلف رضي الله عنهم وعلى هذا جرى سلف الأمة ولو كان خيرا اللي سبقوا إليه واللي جاء في النصوص هو أن يتوسل بالعمل الصالح وبأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بعمل الصالحة قال الله عز وجل وإلى الله لأسماء الحسن فادعوه بها يا أيها اللي امتقوا الله ابتقوا إليه الوسيلة فهذا هو الواجب هو التوسل بالأعمال كما توسل أولئك الثلاثة بأعمالهم أما والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ولما توفي عمر رضي الله عنه كما في صحيح المخارب توسل قال قم ودعوين ادعو الله يا عباس كنت توسل بنبينا ونتوسل إليك بعمل نبينا ثم قال قم ودعو ادعو الله عباس بينا التوسل هنا بالدعاء بدعائه وجاء عند الإسماعيل والأثر من رواية أنس أن كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بنبينا عليه الصلاة والسلام يعني بدعاه كما هو مشهور صلاة الاستسقاء صلى عليه الصلاة والسلام وجاءت صلاة الاستسقاء عنه على صفات أو يعني الاستسقاء والدعاء الاستسقاء على صفات متعددة هكذا كان يدعو لهم ويصلي بهم وكما سأل ذلك العرابي في الصحيحين أنه يدعو الله يغيثنا فقالوا يدعو الله يغيثنا وإلا كان قعد ببيته واستغاث يعني جاء إلى المسجد وإلا كان قعد ببيته وقال يتوسلون بنبينا وكل هذا وهذا يدل على أنهم فهموا ذلك البعدون عن النبي عليه الصلاة فهموا هذا السنة فكيف أصحابه رضي الله عنه الذين معه صباحا ومساء هذا يبين أن هذه المسألة ظاهرة أبين بل مقطوع بها فالنصوص فيه هذا واضح ثم الصالحون وحين يتوسلوا بهم صلاحهم ليس من عمل إنسان صلاحهم لهم وعملهم لهم إنما أنت عبد يتوسلوا بعمله إنما يتوسلوا بحبهم بمحبته بعمله ومحبته لهم بأعماله هذا هو التوسل جاءت به النصو جاءت به أدلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع أخوانا المسلمين كل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والصالح منه وكرمه وأن يجزي أخوانا القائمين على هذه الدورات في الرئاسة العامة لشوء الحرمين خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلنوا إياهم فقهم وفقين مسدد منه وكرم آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد